بسم الله الرحمن الرحيم من هو عماد المبيض عمر بن عبد العزيز الزهراني مثل ما تشوفون صالح أمام القائمة طول هؤلاء منهم من قدوتهم في هذا الصنع من هو الذي ساروا بسيره شق لهم الطريق تدروا منه محمد سلوزين العابدين بعد منه سعد الفقيه بعد منه محمد المسعري كل هؤلاء قدوة مثل هذه الشخصيات وهذا اليوم عماد المبيض ماذا صنع هو إمام سابق في مسجد من مساجد الدمام ثم أخذ بنصيحة ولاة الأمور علنا فيما يراه وهذه نقطة ينبغي عليك أن تقف تقول لماذا ينصح الناس إن كانت النصيحة موجهة للسلطان فليرسلها إلى السلطان إن سمعها السلطان الحمد لله فلماذا يوجهها للناس الجواب أنه بهذا يثير الشعب يهيجهم كما صنع هؤلاء من قبل تكلموا على هذه الطريقة يهيجون ماذا يقول اسمع إلى هذا المقطع الذي صنعه بدر المشال هذه الثورات على أيدي شباب براء نزهون يريدون فقط الحرية والكرامة نعم شباب فتية حتى ليسوا برجال شباب فتية يعني في اسم المراهقة استطاعوا أن يغيروا وجه العالم اجتمعوا سبعة الشباب قال الله عنهم إذ قاموا لاحظوا قاموا مثل ما تشوف يقول قوموا هبوا يعني في وجه ولاة الأمور هذه هي الطريقة الشرعية طيب ماذا قال هذا عماد المبيض عماد المبيض في الحقيقة كلام مكرر وطويل حاصله الإنكار العلني على ولي الأمر وهذا مكرر ليس مكرر في السنوات الأخيرة ليس مكرر فقط في هذه الحقبة من الزمن لا قال قديمهم منكرا بالعلن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ ضئ هذا قوم يقرؤون القرآن ما قال يقرؤون التوراة ما قال يقرؤون الكتب الفكرية لا 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 يقرؤون القرآن يظهرون التنسك والتدين أمام الناس بأنهم يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن لكن ماذا لا يجاوز حناجرهم هو صوت فقط يتلونه أما أن يصل إلى القلوب وأن يحقق الإيمان وأن يتقوا الله عز وجل بمثل هذه التصرفات فلا يا أخي أما تتق الله أما ترى هذه المشاهد هذه المنكرات قلناها سابقا وسنعود ونكررها مرة بعد مرة نعم هناك منكرات البحث ليس بوجود المنكرات البحث كيف تنكر المنكر هذا هنا الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة وهذا ذكرناه سابقا في المقطع الذي تشاهدونه ها هنا ذكرنا أن المعاصي الكفر والفسوق والعصيان كان موجودا من زمن النبوة إلى هذا الزمن كثر في بعض الأحيان وبعض الأزمنة وقل في بعض الأزمنة وجود زنا سرقة شرب الخمور بل بيوت الدعارة في بعض الحقب من الزمن ماذا صنع الأئمة هؤلاء كفروا هذه الدول كفروا هؤلاء الولاة بهذه المعاصي لا 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 لكن خلينا من هذا أثار بين الناس أن هذه الدولة تحكم بالقوانين الوضعية الحكم بغير ما أنزل الله وهذا له عهد سابق له تاريخ حينما قال الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن الحكم إلا لله فقام فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل والحكم بغير ما أنزل الله تكلمنا فيه في أكثر من مقطع خلاصة الكلام أنه يكفر باستحلاله للحكم بغير ما أنزل الله أنه يكفر إن رأى الحكم بغير ما أنزل الله هو مخير فيه إن شاء حكم به وإن شاء لم يحكم به يكفر إن رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله أو مساويا للحكم بما أنزل الله وحاصل الكلام الأئمة في هذا الباب أنه يكفر بجحوده لوجوب الحكم بما أنزل الله أما وأنه يصنع ذلك فقد يكون لجهل قد يكون لطمع دنيوي وغيرها من الأشياء التي يكون بها مرتكبا لذنب عظيم لكنه ليس بكفر مخرجا من الملة ولهذا قال ابن عباس في هذه الآية هو كفر دون كفر ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر قال هذا ابن عباس ومن أخذ منه كطاووس مجاهد غيرهم من إمة السلف وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلى هذا جرى ابن تيمية وذكره أئمة هذا العصر الذين يؤثق بعلمهم وفتاويهم كالشيخ بن باز رحمة الله عليه كالشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كالشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا مع ذلك فإن الحكم بما أنزل الله واجب لا يقال هو مخير فيه أبد هو واجب لكن المملكة العربية السعودية أكثر دولة متمسكة بالشريعة هذا حق ولابد من إظهاره وأبعد الدول عن الحكم بغير ما أنزل الله فما بال هؤلاء الخوارج يركزون على السعودية ويتناسون الدول التي دون ذلك دون هذه المملكة التي تبذل الجهود المتضافرة في نصر العقيدة السلفية الصحيحة ما بال هؤلاء يتركون هؤلاء يسرحون هؤلاء يمرحون الجواب طبعا أنه أمر مدبر لكن سواء كان مدبرا أو غير مدبر سواء كان مدعوما من قبل بعض الدول أو غير مدعوم هؤلاء بالنسبة للشريعة الإسلامية خارج نقضوا البيعة فارقوا الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن فارق الجماعة قيد شبر ثم مات مات ميتة جاهلية هذا الحكم ما أنا الحين علاقة هل هم يعني هل أحد هذه الدول تدعمهم ما تدعمهم هذا مو موضوعنا هؤلاء خوارج لم يقوموا بهذا الأمر ديانة ولا رجولة إنما الرجولة فضلا عن الديانة يقتضيان الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ما قال قوم هيج الناس قل هذه الكلمات ثم أهرب برجليك إلى ملدان الكفر كندا ولا بريطانيا ولا نحوها تلجأ في هذه الدول اللجوء السياسي ثم تتكلم بما تشاء ولن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر ثم مات مات ميتة جاهلية وأخيرا نصيحة لا تسمعوا لهؤلاء سواء كانوا من أبنائنا ثم تلوثت أفكارهم بهذه الأطروحات الغربية أو الأطروحات الخارجية التكفيرية فإن هؤلاء قلة أما من يحقد يحسد من يريد أن تشاركه في فراره إلى هذه البلدان من رأى أن أمره لم يستقر وأنه قد ذهب هباء منثورا لا تسمعوا لهؤلاء المشردين هنا وهناك الذين فقدوا الأمن والإيمان بسبب طيشهم وخروجهم عن سواء السبيل خروجهم عن اتباع السنة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم هذه السنة التي تكلم عليها أئمة الإسلام جيلا بعد جيل عهدا بعد عهد حتى يحفظوا على الناس أموالهم ودماءهم ونساءهم وأعراضهم وأمنهم وإيمانهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربي معافا في بدنه عنده وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها إذا هذه عندك لا تصنع ما قد يفقدك هذا الأمر وهذا هو الدرب الذي يسلكه هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة السلام عليكم أرجو دعم القناة بالاشتراك والمشاركة والإعجاب والتعليق إن أمكن فهذا يساعد في نشر هذه المادة عسى أن تكون سببا لهداية الناس